اشتركوا في القناة النخاع الشوكي والاعصاب الخارجة من النخاع الشوكي سواء اليمنى او اليسرى طيب هل له اسباب الانزلاق الغضروفي نعم له اسباب والسبب الاساسي والرئيسي اللي هو ايش رقم واحد ضعف عضلات الظهر طيب شو اللي بيسبب ضعف عضلات الظهر ضعف عضلات الظهر السبب الاساسي فيها عدم ممارسة الرياضة وايضا طبيعة العمل طبيعة العمل يعني كثير منها يعني اللي بيجلس ساعات طويلة اللي بيظل واقف ساعات طويلة دون ان يمارس الرياضة يؤدي الى ضعف عضلات الظهر ومن ثم يكون الغضروف مؤهل للانزلاق بعض الاحيان بيجي انسان ما بيقدر يرفع خمسين كيلو او ستين كيلو او ما شبه ذلك بيرفعها بصير عنده انزلاق غضروفي او ما يسمى او المتعارف عليه بالفتق تمام فالاشياء هذه اساسية وضرورية لكي نعلمها ونعرفها بحيث نتلافى ما يسمى بالانزلاق الغضروفي طيب في حاجة تانية مع الانزلاق الغضروفي ممكن نشرح هيك شرح سريع الا وهي ما يسمى بعرق النسا عرق النسا هو التهاب العصب الوركي شبيه بالانزلاق الغضروفي ولكن علاجه بسيط جدا وسريع اللي هو مضادات الالتهاب وبعض الادوية التي تؤدي الى الشفاء التام من هذه الحالة لكن الانزلاق الغضروفي لو اردنا ان شخصه تشخيص صحيح رقم واحد ضروري علينا ان نعمل صورة رنين مغناطيسي للضار حتى نحدد درجة هذا الانزلاق طيب اذا كان درجة هذا الانزلاق بسيطة وغير مؤثر هذا الغضروف على الاعصاب بشكل كبير ومش مسبب اي تلف للاعصاب مباشرة علاج تحفظي شو طيب العلاج التحفظي عدم رفع الاشياء الثقيلة وممارسة الرياضة بشكل يومي وخاصة واخص بالذكر عضلات الظهر يجب تقويتها بتمارين معينة موجودة ومنتشرة تمام بيعرفوها الاخصائين بالعلاج الطبيعي بيعرفوها يعني انت لو سألت اي انسان او اي طبيب خاص بالعلاج الفيزيائي على طول حياتك تمرين او اثنين حتى تفادى به ويفضل ان تستمر على هذه التمرين فترة طويلة يفضل الانسان دائما ويجعلها في حياته حتى يمنع الانزلاق الغضروفي هناك بعض الادوية التي تعطى لاجل التخفيف من حدة الانزلاق الغضروفي وهذه الادوية في عمومها يعني ممكن يكون كورتيزون ممكن يكون مسكنات فيتامينات تساهم كلها في عملية الشفاء التام من الغضروف طيب لو كان الغضروف متقدم يعني ضغط على الاعصاب بشكل انه تالف الاعصاب وايضا ادى الى ضرر بعض الاعضاء زي الايد مثلا اذا كان في الرقبة او الرجل اذا كان في الظهر هذا ينصح باخذ استشارة دكتور عظام او دكتور جراحة اعصاب وعمود فقري لانه على الغالب في الحالة هذه يحتاج الى تدخل جراحي